يمكن نحن الحقيقة بعد مباراة الأهلي والوداد هنا في السادسة في نفس المكان ده استعرضت مع حضراتكم أرقام أنا بيتهيالي أنها أوليال جدا لما بتحصل في مباراة خرجال نادي الأهلي صحيح قلت أنه الأهلي عنده القدرة دايما أنه يعمل مفاجآت وأنه يحقق نتاج إيجابية على أرض أقوى فرق القرى الأفريقية وحصل كتير قبل كده لكن مع النتيجة يكون كمان كل الإحصائيات المتبطة بالمباراة من استحواز وعدد تبريرات صحيحة أو محاولات على المرمة وتزديدات بين التلات خشبات يعني كل الأرقام المرتبطة بالمباراة يبقى الأهلي كمان متفوق فيها ده كان بالنسبة لي شيء في منتهى الإجابية الغريب اللي اكتشفتوا النهاردة وأنا بحضر لدكتور أحمد عشاني شرفنا أنه الموضوع ده مش استثناء في مباراة الوداد ده يكاد يكون الحال في مشوار الأهلي في بطولة أفريقيا من ساعة ما بتدينا دوري المجموعات وصولا لجولة الزهاب في قبل نهاي أفريقيا خلينا نبتدي كده مع مجموعة من أرقام النادي الأهلي هتكلم معهاك الأول جماعيا يعني قبل ما نروح للأرقام الفردية أو خلينا نروح بصفة عامة إيه أهم الأرقام اللي حقا على النادي الأهلي السيزن الحالي في مشوار أفريقيا الأول الأرقام دي من بداية دور المجموعات حتى مباراة الزهاب في نص نهاية دوري أبطال أفريقيا أول رقم النادي الأهلي هو أقوى خط هجوم في البطولة ده رقم واحد أقوى خط هجوم ليه لأنه أكتر فريق مسجل أهداف في تلك الفترة 12 هدف ده رقم واحد بسم الله ما شاء الله أقوى خط هجوم تاني نقطة النادي الأهلي أقوى خط تفاع أقل فريق استقبلت شباكه أهداف خمس أهداف إذا النادي الأهلي أقوى خط هجوم أقوى خط تفاع في دوري أبطال أفريقيا طيب أنا وحاك بتقول الأرقام وبتستعرضها أقول أنه ده برضو نفس الإحصائيات الخاصة بالدوري المحلي الدوري المحلي الأهلي قدر يكون فيه أقوى خط هجوم وأقوى خط هجوم وأقوى خط تفاع يعني التفوق مش بس محلية طول السيزن ده ويمكن أنه أقف مع الشناوي طبعا مع دكتور أحمد وقفة طويلة شوية لأنه الشناوي عمل سيزن رائح نحن توتل الأهداف اللي داخت نادي الأهلي تمان أهداف تمانية في الدوري وخمسة في دوري أبطال أفريقيا تمام الأهلي كمان أكتر فريق يعني مش بس أقوى خط هجوم لا ده أكتر فريق صنع فرص محققة للتسجيل في دوري أبطال أفريقيا صنع عشرين فرصة نادي الأهلي صنع عشرين فرصة كمان أكتر فريق أهضر فرص يمكن ده رقم سلبي شوية أنه أكتر فريق أهضر فرص حداشر فرصة ده دليل برضو أنه إحنا إسلوبنا هجومي بنروح عالجوم كتير كان حداشر فرصة دور ينقصنا نشتغل على اللمس الأخير دي نقطة مهمة بقى النادي الأهلي أكتر فريق بصوا بقى على الكلمة دي المهمة قوي 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 اللي هو أكتر فريق استحوذ على الكور إسلوب لعبه مسيمني مناسب لإسلوب لعب النادي الأهلي لما تيجي تختار مدرب لازم تختار مدرب اسلوب لعبه اللي هو الاستحواذ على الكورة في المباراة النادي الأهلي استحوذ على الكورة тест 559% يعني 56% في إجمال المباراة اللي لعبها عندي الأهلي في أي مباراة كهو كان بيستحوظ استحواذ دي توما تيجي كده توما تيجي زي ما بيقوله تلقائيا أنت بتتكلم على بالتأكيد واحدة من أهم عامل قدرتك على فرض الاستحواز هي معدلات الإيقافة بدانية طبعا تبتتكلم على استحواز واسلوب وبرضو تاكتك مدربين سواء فايلر ومسيماني أن أنا حنزل ألعب سواء بر أو جوه بلعب الاستحواز عكور تمام ده اللي خلى الإحصائيات تحت النادي الأهلي توصل ل 56% في المجرارة الواحدة أو 55% وتسعة من عشر الزبط ده أعلى فريق على مستوى من ناحية استحواز